بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين بالنسبة المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة الصحيح أنه لم يثبت في تحديدها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه باب في كم يقصر أي المسافر بوّب الإمام البخاري في كتاب تقصير الصلاة بابا عنوانه بقوله باب في كم يقصر وذكر في هذا الباب عن سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس أنهما يقصران ويفطران في أربعة برد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه والإمام مالك في موطأه ذكر وذكر غيرهما أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كان يقصران ويفطران في أربعة برد وفي رواية وفي لفض خارج الصحيح يقصران ويفطران في أربعة برد فما فوق والبرد جمع بريد والبريد بالمقاييس المعاصرة هو 21 كولومتر بمعنى أربعة برد ستعطينا 84 كولومتر هذه هي المسافة التي يجوز فيها القصر عند جماهير الفقحة من المالكية والشافعية والحنابلة والعمدة في هذا الباب على الآطار التي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم قد ذكرنا منها الأثر جيل سيدنا عبد الله بن عباس بن عمر وكذلك ورد عن عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ذات النصب أو النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال الإمام ملك رحمه الله الذي بنى فقهه على فقه علماء المدينة الذين أخذوا عن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة قال وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد نفس المسافة هي أهية وعن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك وبين المدينة وريم نحو أربعة برد وعن مالك كذلك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة فيما بين مكة والطائف ومكة وعسفان ومكة وجدة قال مالك وذلك أربعة برد وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة فالإمام مالك رحمه الله لجأ في تحديد مسافة القصر إلى فعل عبد الله بن عمر لأنه كان كثير الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتمد كذلك على أقوى لغيره من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في تحديد المسافة لذلك لإنسان إلى غادي صفر مسافة ربعة وثمانين كولومتر فما فوق يحق له ويستحب له ويندب له يعني أن يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعيشاء بس اللي هم ركعتين المغرب والصبح وفيهمش القصر ديال الصلاة لأن الصفر حتى عند العرب في اللغة العربية لا يطلق على أي خروج الصفر قطعة من العذاب يعني كتكون واحد لمسافة طويلة فيها مشقة وتحتاج إلى زاد وإلى راحلة ماشي لإنسان مصافر 20 كولومتر وبيقصر الصلاة يقول لك ما كانش دليل حتى في العرف العرف ديالناس لا يطلقون الصفر إلا على واحد المسافة اللي هي يعني تتكون طويلة وتتكون معتبرة كي يزلي إنسان لك رد يالو تيقطع فلكارو كي يجبح ويجو كي تسمى صفر سألن كنخدام ولا غادي سياحة ولا غادي صفر مباح أما صفر المعصية فلا يأخذ صاحبه بهذه الرخص تقصير الصلاة والإفطار إنما شرع لمن صافر صفر الطاعة أو صفر الصفر المباح إذن جماهير العلماء يرضي عليكم من الحنابلة والشافعية والمالكية تقولوا بأن المسافر لا يشرع له قصر الصلاة إلا في مسافة أربعة برود فما فوق والبريد واحدة وعشرين كولومتر أربعة البرود تقريبا أو بالتحديد أربعة وثمانين كولومتر فما فوق إلا عندك هذا الصفر وكني غادي في مباح صفر مباح وغادي في طاعة الله يمكن لك يعني قصر الصلاة وأما الآثار والأحاديث التي جاء فيها أن بعض الصحابة قصر الصلاة فأقل من هذه المسافة فمعنى أنه غادي الواحد المسافة طويلة وفاش خرج قصر عشرين كولومتر لكنه غادي المسافة طويلة ما جيت ما هو الحد دياله تحمل على أنه قصر في طريقه وهو مسافر إلى مكان بعيد وأبعد هذا هو الإحطيات الذي قال بلا أئمة سنة مالك والشافيع وأحمد وغيرهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه